اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي برنامج صحة وسعادة قبل ما نبتدي معاكم فقرات برنامجنا نرحب لفريق العمل معنا اليوم في الإعداد الأخة نور نزال وفي التنسيق ميرا الإخفلي وأيضا في الإخراج المبدع دائما محمد الصفار وهذه تحياتي محددكم محمود يوسف العلي وصباح الخير دكتورة نادة الملة نذكر المستمعين بأرقام التواصل يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الأربعاء اليوم أربعة صح؟ هي أربعة يتبع إن شاء الله باتش الخميس المونيس آخر يوم إن شاء الله في الأسبوع ذكركم بأرقام التواصل على 600 551414 والرسائل النصية على 4006 تواصلوا معنا دائما نقوم من بداية البرنامج عندكم سؤال طبي استشارة طبية قضية طبية ملاحظة شكر من بداية البرنامج عشان نتناقش معاكم ونعطيكم الأجوبة الكافية أيضا ننوه إن برنامج البث المباشر انتهيها جماعة يتصلون على البث المباشر يعني نتمنى أنهم يجنون اتصالاتهم لباتش إن شاء الله على وقت البرنامج والجماعة إن شاء الله بيأخذون الإجراء اللي معتمد عندهم هذا واحد الثنين غدا إن شاء الله آخر حلقة عندنا في الموسم الموسم ها يعني إن شاء الله موسم نهاي برد نرجع إن شاء الله مع شهر سبتمبر بإذن الله إن شاء الله منوقف يعني شهرين الصيف هذي لأساس أنكم يعني ترتاحون منه من زين ونحن طبعا ما من نرتاح منكم لأنه يعني فراكم محلو لكن عموما أرقام التواصل مثل ما ذكرت الدكتورة اللي حاب يتواصل معانا على البرنامج وعند أي مداخلة ممكن أنه من خلال الأرقام لذكرتها اللي هي ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعن طريق الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة دراستنا اليوم آآ يعني آآ هو تصنيف من منظمة الصحة العالمية اللي صنفت الإدمان على ألعاب الفيديو كمرض مرض تماما مثل مثل الإدمان على المخدرات بحسب ما أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية طبعا أدرجت اضطرابات ألعاب الفيديو في النسخة الحادية عشر للتصنيف العالمي للأمراض وقال مدير قسم الصحة النفسية والإدمان في منظمة الصحة العالمية شيكار ساكسينا قال بعد استشارة خبراء مجموعة خبراء في العالم كله رأينا أن الاضطراب يمكن أن يضاف إلى القائمة وبحسب المنظمة فإن هذا الاضطراب يتصل بممارسة ألعاب الفيديو أو الألعاب الرقمية بشكل يفقد معه اللاعب السيطرة وتحتل اللعبة أولوية متزايدة لديه متفوقة على الاهتمامات والنشاطات اليومية الأخرى وبالتالي مواصلة اللعب بما لا يراعي التداعيات الضارة وللقول أن شخصا ما مصاب بهذا المرض ينبغي أن يكون إدمانه على اللعب قد أضر بأنشطته الشخصية والعائلية والاجتماعية والثقافية والعملية وأن يكون هذا الأمر تواصل على ما لا يقل عن 12 شهرا ويصل الأمر إلى طغيان أولوية اللعب على الطعام على النوم بحسب ما قال شكار سكسينا هذا رئيس أو مدير قسم الصحة النفسية والإدمان في منظمة الصحة العالمية البارحة كنا نتكلم سبحان الله عن نفس الموضوع متماشي مع موضوعنا أمس مسألة خطيرة جدا والحين هذه يعني تنعكس على الأطفال وعلى الكبار دكتور لأن بعد ما تحصلين مجموعة كبيرة من يعني الإخوان يمكن يقبض التلفون ويقعد يلعب 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 وهو مبعرف وهذه أصلا قلنا أن تقنية ومعادلة رياضية يستخدمونها مصمموه ومبتكروه هذه الألعاب ليش؟ عشان يوصلون إلى أكبر عدد من المشاهدات أو اللعب من تنزيل التطبيق وأيضا يخلونك متعلق بهذه اللعب على طول أنك انتزمونه يحطولك تحدي ولا يحطولك شيء وفي ذات تكون صح محمود في بعض المراحل في بفلوس وفي كذا الحين مو بهني المشكلة المشكلة إذا كانت هذه الألعاب تأثر على الأعصاب ممكن توصل بعض المراهقين يعني سمعنا عن بعض الألعاب اللي توديهم أنه أما يقتل حد العنف يعني تحسس فيهم العنف استخدام هذه الألعاب في إثارة العنف وأيضا في بعض الألعاب توصلك للاكتئاب توصلك لمراحل معين أنه كنت ممكن يعني لا قدر الله هذا عالميا أنا نتكلم ما تتكلم عن مجتمع الإمارات بس تتكلم عن العالم كله أنه ممكن يوصل اللاعب أو المراهق هذا إلى الانتحار أو غيرها غير هذا في مظاهر الابتزاز الإلكتروني نفسه من خلال هذه الألعاب فتخيلي حجم المشاكل اللي ممكن تترتب على هذه الألعاب اجتماعيا أنزين وسلوكيا صحيح وغير هذا صحيا بالضبط صحيا طبعا استفضنا أمس في شرح النتائج الصحية قلة النوم اضطرابات الأكل اضطرابات المزاج العزلة الاكتئاب التأثير على ضرارة الرقبة تأثير على أصابع اليدين تأثير على النظر الإشعاع اللي طالع منهم كيأثر على موجات الدماغ وغيرها 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 وأنا متأكدة أنه في أضرار على الصحة للحين ما اكتشفوها والدليل أنه بعد الناس ألعاب الفيديو تلعبها من سنوات ولكن حاليا دخلوها ضمن قائمة الإدمان يعني دخلوا إدمان المخدرات والكحول وغيرها وغيرها دخلوا من ضمن إدمان الألعاب الفيديو لأنه فعلا نلاحظ أنه فيه ناس يقعدون على ألعاب الفيديو فيه ناس ما تنام طول الليل ليش؟ والله فيه أبديت لللعبة نص الليل ساعة ثانتين أو ثلاث قاعدين على الألعاب بالساعات ما يأكلون حتى فيه ناس ما تروح الحمام يعني وتشغلك عن كل شيء حوليك عن نشاطك اليوم يعني عن حياتك عن أسرتك عن علاقاتك عن أداء أمورك الطبيعية كإنسان أنك تنام أنك أنت ترتاح أنك تكون مشغول تماما يسمونه مثل كنزيوم يعني أنت كأن اللعبة مشربت لك ما تقدر تنفصل عنها فهو يعتبر إدمان لأنه يأثر على صحتنا فضروري جدا أننا ننتبه وحتى ما على الشخص نفسه ممكن ترحيانا الشخص نفسه ما ينتبه أنه أصبح مدون حتى ينكر يقول لك لا أنا مو مدون أنا ما قاعد أصلا ويد ولكن لما يشوف عدة الساعات يشوف قاعد ثمان ساعات أو عشر ساعات على نفس اللعبة دورنا إحنا كناس موجودين في البيت لا نقول هذا كبير يعرف ما أصلحته في ناس كبار في إدمان ترى للعاب الإلكتروني نفس إدمان أي شيء ثاني ممكن هي على أي عمر ممكن يكون أمر أربعين سنة ولكن يعشق ألعاب الفيديو الأبديتات اللي ديتها أو المراحل المتقدمة في الألعاب فنحن لو لاحظنا لازم نتوجه للشخص ونكلمة وإذا ما قدر نطلب لمساعدة مبعب لن نستطيع فيه نقول يعني بس يعني الدكتور بقول له مثلا زوجي أو أخوي مثلا مدمن على لعبة فيديو نعم إنه إدمان مدام بدي أثر على حياته بدي ينعزل بدي أثر على نومه على أكله لازم تطلبوا لمساعدة توجهوا طبيب الأسرة نحاولكم مع الطب النفسي والطب النفسي ومثل قبل ناس عبانوا فقط للناس يعني الميانين على قولتهم قبل الحين هو عبارة عن علم قائم بذاته عبارة عن طب قائم تخصص قائم بذاته نفس الطب الأسرة موجود الطب النفسي موجود ولا علاج لازم تطلبون مساعدة لأنه فيه ناس دخلوا في دوامة اكتئام فيه ناس انتحروا فيه ناس ماتوا بالسكتات القلبية بسبب الإرهاق وفيه حادثة صارت قبل مدة أنه فيه ولد ماتوا بالسكتة القلبية لأنه قاعد ثلاثة ما أعتقد أو يومين متواصلين على اللعبة وهذا مثبت علميا موجود أنه يؤثر على عضرات القلب لأنه غير قلة النوم الانفعال لصاحب هالألعاب الناس اللي تلعب الألعاب تلاقلون منفعالين أنه خسر الدور أو بيروح مرحلة بعدها فيكون مستوى الأدرانيلي عندهم دائما عالي بالإضافة لقلة النوم طبعا فيكون جسد في حالة توتر فالأدرانيلي يزيد في أثر على عضلات القلب وعلى عضاء الجسم شكل عام عموما يعني الله يخليكم يعني راقبوا أبناكم وراقبوا أنفسكم وأحيانا يعني هذا يذكرني شوفي يتني فترة عندي إدمان هاي لعبة الطاولة ها هاي الإلكترونية ولا العادية لا العادية الزين هذه ترى تعتقد سبحان الله قاتلة للوقت بشكل سيء جدا هذه اللعبة تقتل يعني الواحد يقعد عليها ثلاث أربع ساعات ما يحس لأن اللعبة أصلا عشان تفوزين فيها ممكن تكون أنت ومهارتك ومهارة الشخص اللي قدامك يعني أنه ممكن تكمل فترة طويلة وممكن تخلص في دقائق صح صح يسمونه أنت وحظك يعني أنت وزهرك يقولون المحترفين فهذه يعني ياتفتر عقب انتبهت النفس يقول يا ربي وتنتبه عقب فترة صح محمود يعني أنت ممكن تنتبه يقول يا ربي أنا أشكايا ستتبه الوقت ما لي في شيء غير مفيد يعني شغلة متعبة الصراحة وغير هذا ظهرك ورقبتك وتينشن بالضبط وما لخص مستوى التعليم واحد يقول يعني إنسان متقف ومتعلم يعرف لا أنت تنجرف ومن غير ما تحس ليه ما تنتبه إنه إنه شو قاعد يسوينا في ساعات يوم إنه كل يروح على اللعبة ترى هي ما لها ما لها علاقة لا بمستوى تعليم ولا بمستوى اجتماعي ولا بأي شيء فالله يخليكم يعني يمكن نتأخذون هذه الرسالة من عندنا في بداية هذا البرنامج أنتبهوا لأوقاتكم لكم تستثمرون في شيء مفيد يعني هذه الساعتين أو ثلاث ساعات لو لاعب فيها رياضة وماشي فيها وايدة في يدلك ما بقولك روح أقرأ كتاب ولا روح سوى وهذا لعب رياضة شيء يفيدك أنت في جسمك وأيضا يخليك أصلا مقبل على الحياة بإيجابية أكثر تستثمر في صحتك طبعا جميل عموما ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله باتواصل معاكم مستمعين الكرام فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قد منكم هي تصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للآلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وفي الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة طيب الشهر القادم إذا ما خابضني بيكون أسبوع الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية هي أفضل طريقة لتغذية الطفل منذ الولادة يعني بكل ما تحمله المعنى منظمة الصحة العالمية توصي بشكل كبير ودائما وأبدا بالرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع مع المواصلة قدر الأمكان هيئة الصحة بدبي عندها جهود كبيرة تقوم فيها في هذا المجال دكتورة عندنا يعني كلاسات وعندنا أمور كثيرة سواء كانت في المراكز الصحية أو حتى في مستشفى لطيفة اليوم معنا الأخة رندة عبد الفتاح استشاري رضاعة طبيعية في مستشفى لطيفة صبحت شالله بالخير أختي رندة شاخ وارد صباحا الحمد لله صباحا وارد يا رندة نحن ما ندخل في الموضوع على طول ما نتكلم عن فوائد الرضاعة الطبيعية اللي تنعكس على الأم والطفل في نفس الوقت ها أول إشي أنا وصلها فيكم يعني أنا موسطة مرتين على الاستضافة هاي سبحان الله موضوع الرضاعة الطبيعية موضوع كتير بحثت كتير حساس ومهم جدا فعلا لكل طفل لأنه هاي بداية حياته ولازم تكون البداية سليمة وجيدة فأول إشي بحب أحكي عنه اللي هو في البداية اللي هو أول الأيام طبعا من البداية حليب اللي بقى بيكون موجود مع الأم وهي حامل فمن الشهر الرابع تقريبا بيكون متكون بادي هذا حليب اللي بقى فالأم ما تجد مثلا أنا ما عندي حليب هلا الحليب موجود بس كيف أهم شي كيف أنه الأم تزوده ويكون أكتب ويكفي البي هاي دي هي المشاكل بعض الأحيان أو الصعوبات اللي بتواجهها الأم من البداية طبعا هو حليب اللي بقى كميته تكون قليلة لا قليلة لأنه أصلا معت الطفل من البداية كتير صغيرة تتحمل تقريبا من أربعة لسبعة أمئل فالطفل بيحتاج بس كمية قليلة بس الطفل أول يوم شو بيعمل بيرضع شوي وبيسكوت لا لا المعدة بسرعة بتعبع بس لأنها صغيرة بسرعة بتهضم صحيح بيرجع بيرضع فعادي جدا ممكن الطفل أول يوم يرضع تلاتين أربعين مرة فالأم شو تفكر أنه ما فيه ما يشبع أيوة طول الوقت بيرضع طول الوقت بيشتكي هو أصلا يكون أكثر كثافة من المراحل القادمة لأنه يكون غني بكثير من المواد اللي يستفيد منها الطفل فعلا بيكون مركز كثير يعني كل الأشياء الموجودة فيها مركزة مع أنها قطرات صغيرة ولكنها مركزة ومفيدة للطفل بروتينات أجسام مناعية أجسام مضادة نعم فهذا الحليب يعمل زي طبقة عازلة في معد الطفل بحيث أنها تمنع الجراتين منها تدخل لجسم الطفل لشان هيك المناعة بتكون جدا عالية المشكلة أنه في البداية طبعا أول 6 شهر ممنوع البيبي يأخذ أي شيء تاني غير بس حليب الأم حصريا فعلا حليب الأم لا مي اللباء اللباء أيو اللباء اسمه بالعربي اللباء اللباء يوا فبالتالي هيدا الحليب زي ما حكينا أنه كثير عنده فوائد وكثير مناعة وبيعمل هاي الطبقة إذا الأم بدأ تعطي أي شيء تاني من البداية هاي الطبقة بتروح بتنغسل وبتطلع وبيحتاج اسم الطفل ممكن اسبوعين ممكن شهرين ليتخلص من أي مكونات الأم عططوياها سواء كان حليب صناعي أو أي سوائل تانية عشان هيك الأهمية أنه نعطي بس حليب الأم هذا الشغل كثير مهم لفعلا نبني مناعة يعني يعني أنا بردع بس لأ بعطي ردع وحدة هايدي وحدة عرفة يعني ويدين المفهوم الخاطئ اللي عند النساء أنه أنا ما بغي أرضع لأنه ما بغي يزيد وزني لا مو بني يزيد وزني حتى شكل شكل صدر ممكن يخترب يخترب أو كذا وغيره في خين أنه الفوائد لا هي عكسية تماما للمفهوم هذا الخاطئ هلا المواظم الدراسات بتقول أنه اللي بيغير إجمالا الشكل هو الحمل يعني الأم عطة الحمل راح يتغير الشكل فكل مرة مثلا في حمل ولادة حمل ولادة هذا هو اللي بيأثر وهذا هو اللي بيغير بينما رضاعة شوي شوي بصير ترجع العكس يعني للحجم للشكل بشكل طبيعي جدا وزي ما حتى تفضلت أنه في فوائد كثيرة يعني الأم لما تردع لمدة سنتين أو أكتر من سنة جمالا طبعا بيقل احتمالات الإصابة بالسرطانات وهذا شكل كثير مهم أنه الأم تركز عليها بالضبط فهذه فوائد للأم نركز على الفوائد أيضا للطفل أن ياخذ من حليب الأم 100% من غمى دخل ماء من غمى دخل رضعات ثانية شو الاستفادة اللي بيحصل الطفل على المدى البعيد حتى الطفل لما يبلش ياخذ حليب الأم حليب الأم جاي من دمها نفس ما في مكونات بالدم موجودة بهذا الحليب فشي طبيعي جدا بالنسبة للطفل أنه يهضموا بسلاسة الكلا الكبد البنكراس كله بينموا بطريقة كتير طبيعية الدماغ كل شيء سبحان الله موجود بحليب الأم بيفيد الطفل بكل أعضاء جسمه يعني الطفل سبحان الله حليب الأم من يوم اليوم بتغير مكوناته عشان يفيد هذا الطفل بالضبط يغير طبعا عن الأشياء التانية طيب هلأ المطفل ياخد هاي الحليب كأساسي أول ستة شهور شو بيصير بصير هاي الأعضاء أنها تشتغل لفترات طويلة بشكل جيد بدينا نعطي أي شيء تاني على أعمار مبكرة بنبدأ نجهد على هاي الأعضاء أنها تشتغل قبل الأوان عشان تحلل تفلتر هذا السائل المشطبيعي اللي داخل اللي هو غير حليب الأم هالشي بيقدن العمل الإفتراضي لهاي الأعضاء بدل ما يكون فلنقل المئة سنة بيبدأ يقل عم تظهر كتير أمراض يعني ممكن تكون فعلا هاي دهية من أسبابها سكري على مراحل مبكرة الضغط السمنة الزايدة كل هاي الأشياء بسبب دخول هاي الأشياء وللأسف للأسف يعني أكتر شيء من نسمع أنه أعطناكم ما صار شيء يعطناكم ما صار شيء يعني جميل جميل رندا أنا بأخذ هذه المداخلة السريعة جدا من عبدالوهاب عبدالوهاب صبحك الله بالخير تفضل السلام عليكم أخم حمود كيف حالك تخبارك تفضل يا عبدالوهاب نحيي الدكتورة بدرية الملة ندى ندى الملة أنا آسف بعدني ما حفظت مشاهد أفعل أعطيكم العافية الله يعافيك وانتمنى لكم كل الخير وانتمنى يعني الوعي الصحي يزيد عند الأمهات خاصة الجيل الجديد عبدالوهاب أنا اليوم يعني ما بخليك على راحت تبدأ الوقت بضغوط عندي فغارات وائد فتفضل يا سيد أنا آسف أنت مادري أنت بعد تزوج ولا بعدك عزيز أنت أول مادري تفضل حدوهاب فيك الخير باتصل أخي عبدالوهاب تسأله حبيبي وعزيز علي وائد أكيد 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 الظروف الدوام فرقتنا شوية تفضل يا سيد الله أعطيكم العافية بس أنا بغيت أقول أن يعني نتمنى أن يعني الأمهات الصغيرات يعون تماما بأن هاي النعمة اللي موجودة عندها الله خلقها للطفل والله أنا عندنا حد يعني من العائلة من البداية أنا أقول لهم إذا ما عطيتوهم رضاعة طبيعية ما بيكون عندهم مناعة وفعلا عندنا حد الأسرة أي هزة بسيطة طح ليش لأنه والله ما قبل التعطي يعني رضاعة طبيعية كافية أنا مادر إيش يعني من هال الأعذار اللي هم تتسمعون عنها يعني وفعلا عندهم مشاكل وأي هزة بسيطة طح فنكملنا أنه هالنعمة يعطونها على الأقل مثل ما يقولون أصحابنا ستة شهور الأولى على الأقل زاك الله خير يا عبد الوهاب شكرا لك صحة صحة إن شاء الله شرب ماي عبد الوهاب زاك الله خير مداخلة جميلة من عبد الوهاب هذه دكتورة نحن في بداية الفقرة تكلمنا عن الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة من ضمنها تدريب الأمهات الجدد على الرضاعة في مستشفى لطيفة وأيضا عندكم شغلة معينة عملية تخزين الحذيب هذا هذا بعيد النقطة هاي النقطتين ما نتكلم عنها على عجالة الدكتورة بما أن الوقت يركض علينا تفضلي أول شيء تدريب الأمهات هلأ طبعا مستشفى لطيفة هو مستشفى حاصل على الاعتماد الدولي لأنه مستشفى صديق الطفل هلأ هيد الاعتماد حلو أنه مستشفى دبي ومستشفى حتى كل العيدات الخارجية هم صاروا حاصلين على هذا الشيء وهذا شيء كتير رائع بالنسبة له هيئة الصحة ففعلا التدريب بيصير بكل هاي المستشفى طب بكل هاي كل التوجه لأنه تكون الأم فاهمة وعارفة بالنسبة له الموضوع وممكن عادي نحكي لها مرة ومرتين وعلى قد ما فينا فعلا التوعية هاي ونحن منبدأ من أول ما تدخل الأم تفتح ملفها مثلا نحكي لها هالموضوع كمان كل مكان كل عشان هاي توعية للرضاعة الطبيعية تخزين الحليب تخزين الحليب طيب طبعا تخزين الحليب بيفيد الشخصين أو فلنقل الأطرفين أول إشي إنه بكون إذا البيب مولود قبل الأوان فالأم لما تبدأ تصير تشفط الحليب وتخزنه هيدا شي كتير منيح للطفل وبستعمل بس حليبها مش أي إشي تاني أو كمان للأم العاملة اللي هي بتبدأ كمان تشفط وتخزن حليبها خلال الشهر اللي هي بتكون قاعدة فيه في البيت فهذا الشيء رح يفيدها لبعدين لما تيجي تدوم تخزين الحليب بإمكانه يتخزن الحليب بالفريزر مدة ستة شهر ما تخرب ستة شهر ها دين تسعة شهر قالوا حد يقول هو ستة شهر ثلاثة ستة شهر وإذا كان عنا فريزر من الكبار ديب ديب فريزر بإمكانه السنة يضل وفيه كمان هو بالتلاجم بين من الخمس لثمان أيام وتلاقي الأم فصل حليب الأم فوق طبقة دهون أيوه وتحت كله ماي عشان هيك البيب ما بحتاج أطرة ماء بس هيدا ما يكون خاربان الحليب بس مجرد حطته مي دافي بعدين تد تردع البابي بالضبط وبحرارة الغرفة بإمكانه يضل عادي من 6 إلى 8 ساعات طيب الأسئلة السريعة هل يؤثر إعطال ينسون كمهد للطفل في هذا العمر كم العمر يعني أقل من 6 أشهر ما نعطي ولا شيء ولا تقول هنا أنا أعملية تصغير من سنتين والحين أنا حامل ووايد أفكر في الرضاعة بتأثر على شكل الصدر شو أتوقع لها شو رأيت إحنا حكينا أنه مش السبب هو الرضاعة ورضاعة على العكس بترجع الشكل ما دخل هي خليها أول إشي تجرب وتشوف العملية هذه ما تأثر على الرضاعة لا لا ما تأثر قنوات الحليب لأنها ما تأثر ويقولون لا حتى أحسب طبعا النوع العملية سواء تصغير أو تكبير حتى ما المفروض أنه يأثر على الرضاعة ودائما في أشياء لازم الأم دام نتراقبها اللي هي تكريبون بول بايبي لازم يبول أقل استمرات خروج لنا أصفر وزن عم بيزيد فهي الدلالات أن الطفل عم بينمو بشكل صح رند موضوع كان المفروض الخصص لوقت أكبر ولكن سامحين نحن الوصول التجد فطلعنا شوي فاصل أطوال لكن عموما شاكرين لك هذه المعلومات والله يوفقكم إن شاء الله وكلمة سريعة بس للأمهات في ثلاثين ثانية أنا حبيت مداخلة الأخ أنه قعد هو عم بينصح بالنسبة فعلا إحنا كمجتمع لما الكل يفكر بهاي الطريقة رح يتغير وعم نشوفها كتير أن العائلات اللي هي بتساند الرضاعة الكل عام بيرضع بتلاقي الأم حتى وإن عمرها صغير عارف أنه في رضاعة بس إذا كانت العائلة نفسها ما بيشاجع بهذا شي بتلاقيها فعلا عام تتراجع وبتكون كأنها هي محاربة في وسط أنه كل ما بده هي بدها ترضع فهم موفقين يا رب جميعا شكرا لك ساذة رندا عبدالفتاح استشاري الرضاعة الطبيعية في مستشفى لطيفك كنا نتحدث عن فواد الرضاعة الطبيعية يعني يقول بوبرعي أخوي محمود بوبرعي عند إجازة شهرين إجازة شهر العسل عقبالك أخوي شسافة اليوم تستاهل أخوكم بوبرعي قانوا شوها ما فهمت المهم عموما شكرا بوبرعي يقول أنا يوميا نايلس تقريبا 12 ساعة على الكمبيوتر والحمد لله بصحة وسلامة أنا أقول اتقل الله في صحتك وظهرك وظهرك وهذه يعني على المدة الطويل بتعرف أن المسألة مب يعني صعبة واحد وما تأثر عني ترف شبابنا عينك عينك رقبتك ظهرك مليون شيء بالضبط صحيح وهذا كلام يعني مثبت علميا وانت أصلا بتشوفه على المدة الطويل اتقل الله في صحتك ونتمنى لك إن شاء الله يا رب الصحة والعافية دائما فاصل بعد الفاصل ما نتكلم عن أهمية الكشف المبكر للأطفال فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي أتخدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما من إذاعة نور جبي أرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 طيب كنا نتكلم عن فواد الرضاعة الطبيعية الحين ما نتحدث عن موضوع مهم جدا هو المهم لهمية تكمن في أن الموضوع يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض وأيضا يعطينا جيل إن شاء الله يكون جيل صحي فنحن نتحدث عن أهمية الكشف المبكر للأطفال معنا في الستوديو الدكتورة لطيفة رستماني مدير مكتب خدمات أصحاب الهمة في هيئة الصحة بدبي صباح شاء الله بالخير دكتورة وأيضا معنا الدكتورة حنال حمادي استشاري طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي أمومة وطفولة صحتي؟ صح حياك الله ما شاء الله عليكم يعني مميزات دائما ولكن خلينا ندخل في الموضوع على طول بما أننا ما عنا وائد وقت نحاول نلم بالموضوع كثير ما نقدر أول شيء ما نتكلم عن استراتيجية دبي لأصحاب الهمم وبالتحديد محور برنامج الكشف المبكر عن الأمراض أو الإعاقة بالتحديد تفضلي دكتورة هو طبعا استراتيجية دبي لأصحاب الهمم تم أطلاقها تقريبا في 2015 وفيها عدة برامج طبعا برنامج الكشف المبكر عن الإعاقات النمائية هاي موجود طبعا واحد من برامج الأساسية عندنا برنامج التشخيص والتداخل المبكر برنامج إعادة التأهيل والصحة النفسية وعندنا أيضا برنامج التأمين الصحي طبعا برنامج الكشف المبكر وبرنامج البرامج الأساسية يقوم عليه فريق دكتورة حنان هي من ضمن الفريق اللي يشرف على هذا البرنامج على تطبيقه في مراكز الرعاية الصحية الأولية دكتورة حنان أريد أن أعرف أهمية الكشف المباكرة للأطفال وفي أي عمر لازم نسوي هذه الفحوصات لأطفالنا طبعا محمود تعرف أن الأطفال المراحل الأولى من عمرهم تبدأ من حتى قبل قبل الولادة يعني الفحوصات تشمل بالعادة اللي هو فحص ما قبل الزواج وبالتالي فحص خلال فترة الحمل ونستمر في الفحوصات لتقريبا لعمر 6 سنوات للطفل الفحوصات طبعا تشمل شو أقصد بالنمائي؟ أقصد التطور الحركي الحسي التواصل الاجتماعي النفسي للطفل بصورة عامة أي تأخر في أي مرحلة أو في أي جانب من جوانب النمو لدى الطفل سواء كانت جسدية حسية نفسية تواصل بالتالي الاستراتيجية هذه تطلع إلى أن الكشف المبكر يجنبنا كثير من الإعاقات أو المشاكل التي قد تطور إذا ما تدخلنا بشكل مبكر صحيح فإحنا لما نقول إحنا كشف مبكر معناها قبل ما تظهر أعراض على الطفل معناها كل الطفل لازم يتم الكشف عليه عشان نكتشف هل عندها الإعاقات أو لا يا دكتورة لطيفة؟ صح صحيح كنا نجي دكتورة نادئنا يعني كل الأطفال في أعمار معينة يبدأ من 9 شهور جميع الأطفال يتعرضون لهذا الفحص والفحص عبارة عن استبيان لما يون الأهل أو الأم مع الطفل لمراكز رعاية الصحية الأولية ضمن الفئة العمرية المحددة 9 شهور 12 شهر وعلى 36 شهر يتم عمل هذا هو استبيان تعبيل الأم أو الأهل وبعدين الممرضة المسؤولة تقوم بتشوف شو نتيجة الفحص إذا في أي عوارض تأخر من أي نواحي من نواحي النمو الأطفال تأخر في النطق تأخر حركي تأخر في التواصل الاجتماعي أي حركات معينة موجودة تبين علامات خطورة على طول يتم عمل تقييمات معينة وتحويل عند الطبيب المختص عشان يتشوف شو بالضبط سبب هذا التأخر جميل هنا دكتورة أنا لحد علمي حتى أنتم تسوون بعض الأشياء منذ الولادة أصلا منذ الولادة في بعض الفحوصات أعتقد ما للسمع أو كذلك خلينا نقول نبدأ من ما قبل الزواج الحمل ومع ولادة الطفل الاستبيان فعلا يبدأ من تسع شهور لكن في المقابل فحص الطفل يبدأ من زيرو يعني من أول ما ينولد منها فحوصات السمع منها فحوصات طبعا النظر الفحوصات الأمراض الأيضية اللي هي الأمراض الوراثية هذه كلها تتم في المراحل الأورى من عمر الطفل الفحص النمائي التطور النمائي يركز بالذات على التأخرات مثل تأخر النطق أو مثلا إذا كان فيه تأخر في التواصل الاجتماعي في أي مشكلة حسية مشاكل في العضلات لا شك أننا قمنا نرى حين الأمراض تتكاتر مثل التوحد الأمراض الأخرى مثل صعبات التعلم الأمراض هاي عشان إحنا نتداركها قدر المستطاع كلما كانت يعني مبكرا كلما كان التدخل المبكر يعني يكون أفضل ويجنبنا المضاعفات اللي ممكن تسكوي بالعكس أنت لما أصلا تكشف عليها يعني في المراحل الأولى ممكن تداركها ممكن الطفل يجاري الأطفال الثانيين اللي في عمراء إذا اكتشفناها بدري صحيح دكتورة لطيفة حين السؤال يكون لما الممرضة لأم تعبي الاستبيان يطلع فيه في الطفل أو فيه نقص في النجاة معينة كيف يتم توصيل رسالة الأهل لأنه طبعا في المرحلة ممكن أهل الأمهات ما تتقبل تقولك لا أنا أحس هنا ولدي طبيعي لكن لما تملي الاستبيان فعلا يطلع فيه نقص أو بداية مبكرة لأي مرض من الأمراض فكيف يتم نقل وكيف تقبل الأهل لمثل هذه المعلومات طبعا ما يقوموا شيء سهل طبعا عليهم طبعا الممرضة يتم تحويل الأهل يعني طبيب الأطفال طبيب الأطفال موجود في مركز رعاية الصحية الأولية وطبيب الأطفال يتم يعني يوصل الرسالة لأهل هو طبعا حسب كم درجة النقص في أي ناحي من نواحي النمو هل هو درجة كبيرة أو درجة بسيطة إذا كان درجة بسيطة يعني شيء بسيط مجرد أن يعطي تعليمات حق الأهل كيف ممكن ينمي هالناحية عند الطفل كيف ممكن يتدارك الموضوع يسأل أسئلة أكثر يحاول نعرف في السبب هل سبب قلة التواصل مع الطفل أن الطفل مثلا عايش بروحة أو مثلا كان فيه مشاكل أثناء الحمل كان فيه مشاكل بعد الولادة هل هذا الطفل يعني فيه عبام الخطورة تبين إذا هذا الطفل معرض أكثر للإصابة لتأخر مثل أنه كان الطفل مولود قبل وقته أو تعرض لأي نوع من الالتهابات أو الانفكشن خذ مضادات حيوية بشكل متكرر طبعا حسب بعد ما يأخذ الهيستوري أو القصة القصة الرضية التفصيلية نعم أيضا يتم عمل فحص للطفل هل عنده مشاكل في السمع ما يخلف الطبلة بسبب يعني تأخر النطق هل عنده أي مشاكل عضلية ثانية بين حسب الأعراض والفحص بعدين الطبيب يقرر هل هذا الطفل يحتاج إلى تحاليل معينة تحاليل طبية أو يحتمل نعمل له اختبار للسمع تحويل لأخصائي معين أخصائي عصاب طبعا ما يتم تشخيص النهائي إلا بعد ما يمر الطفل بكل هذه المراحل صحيح طيب هني أنا بغي أنوه لي شغلة بسيطة أن المفهوم اللي متعارف عند المجتمع عموما لما باتي الطبيبة تقول حق حق الأم أو الأب أنه وردك عنده مشكلة صحيح أول شيء هذا الدكتور لا يفهم أنا ولدي ما في شيء هو شرط هو كوالدين طبيعي أحيانا ممكن يكون مرحلة عدم قبول غير أن المجتمع حوالينا لا يساعد يعني يمكن الطفل يتأخر في النطق يقول لك عادي ولد أما كان صح نفس الصورة أو عائلتنا معروفة الأطفال يتكلمون متأخر صح طبعا لذلك لما ندرس الحالة كطباء أنا بعرف بميز إذا هذا فعلا كان في مشكلة أصلا عضوية أو لا في مشكلة صح النقطة المهمة التي أحب أنوه الأمهات الطفل لا يحتاج لرعاية فقط حليب نوم تبديل لا الطفل لازم أتكلم معه ألاحظ تطوراته مثل متى يبتسم أول مرة متى يطالعني بعينه متى يبدأ يمسك الأشياء كل هذه تطورات لازم أنا أشوف هزين التواصل يا طفل قدر المستطاع من أول يوم أكلم قدر المستطاع ما أقول أن هذا الطفل بس رعاية وخلاص لأن أنا كثر ما أكلم كثر ما أتواصل وياه كل ما كانت تطوراته أفضل رجاء رجاء الأجهزة الإلكترونية تسبب مشاكل كبيرة يعني شوف أطفال تأخر في النطق ليش لأنه تقريبا 24 ساعة يالس ماسك الجهاز الإلكتروني صحي دكتور حنان ذكرت موضوع الإلكترونية فيه أمهات تقول لك أنا قاعدة عشان يتعلم اللغة الإنجليزية مثلا أو يتعلم لغة ثانية لأنه يسمع المصطلحات في خلال مشاهدة لهذه الفيديوهات فمدى صحت هالكلام هل فعلا يعني لما نقول أمهات أنه مرتبط حيانا بالتواحد الأطفال مرتبط أن الطفل يكون مكتئب أو منعزل فيما تقول لا بالعاكت يستيطفل كلامة أفضل يتعلم مصطلحة أكثر تحت السنتين أصلا غير مسموح تماما أنه يستخدم أي جهاز إلكتروني يرمسموح تماما فوق السنتين الأطفال بمعدل ساعتين ماكسمم في اليوم ويفضل تكون متقطعة وأنا أكون مختارة إذا أنت عندك القدرة أن تتسويين كونترول أو أن تتحكمين في البرامج اللي بيشوفها طفلة أو أنا بحطها لا صح مو عندنا مشكلة لكن أني أنا بعطي عشان يسكت ولا بعطي عشان أنا أريح بالي صراحة هذا غير مقبول بالضبط دكتورة لطيفة بالنسبة للأطفال اللي يشخصون عندهم بعض الإعاقات شو الإجراءات والمبادرات التي تقدمها الهيئة في هذا المجال لمساعدة هؤلاء الأطفال وولياء أمورهم على الانخراط في هذا المجتمع خاصة إذا كان أول طفل عندهم هو طبعا مثل ما قلنا بعد ما يمر الطفل بكل مراحل التشخيص والتقييم ويروح عند الأخصائي طبعا هيئة الصحة قيمة الحين إنه واحد من أصحاب الهم في هالمرحلة طبعا يبدأ خطوة جدا جدا المهمة هي برامج التدخل المبكر طبعا جدا ضروري إذا كان طفل عنده أي تأخر سواء تشخص بمشكلة معينة أو ما تشخص لازم يدخل البرامج التدخل المبكر صحيح عندنا في هيئة الصحة حاليا إن شاء الله راح تمفتاح قريبا مركز لتدخل المبكر ولكن حاليا نحن نعمل على تحويل هذه الحالات لبراكز التدخل المبكر سواء موجود في المراكز الحكومية أو المراكز في القطاع الخاص صحيح يعني عندنا مراكز متابعة لهيئة تنمية المجتمع لوزارة تنمية المجتمع عندنا أيضا مراكز جدا متميزة في القطاع الخاص تحويل تحويل فيها هذه الحالات وطبعا دائما نحاول أن نكون متواصلين مع الأهل عن طريق طبيب الأطفال يكون متواصل مع الأهل ومعه صحيح على أساس أن نشوف كيف تطورها الطفل هل الأهالي بدأوا ببرامج تدخل مبكر في أي صعوبة يواجهونها حتى برامج تدخل مبكر متميزة تساعد الأهل أن يدخلون هذا الطفل لمراحل تعليمية يبدأ يدخل الحظانة يبدأ يدخل المدرسة حتى يكون في مراكز تدخل مبكر أيضا يكون لها دور أساسي في تعليم الأهل كيف يتعاملوا مع هذا الطفل صحيح لأن برامج تدخل مبكر مش بس تكون داخل المركز فقط تكون متواصلة 24 ساعة لو الأهل يتعلموا كيف ينمون قدرات هذا الطفل في أي وقت من اليوم يقدرون يخلونها مرحلة تعليمية سواء أنه يأكل الطفل هو يطلب الأشياء وهو يتعامل مع أخوانه لما يروح مكان الإلعاب دائما يكون في فرص أن الطفل يتعلم 24 ساعة بس الأهل يحتاجون أن يعرفون كيف ينمون هذه القدرات عند الطفل وكيف يستثمرون جميع الفرص المتاحة لهم دكتور حنان لما يتمح الكشف المبكر وتدخل المبكر بين حولها على المراكز المتخصة كم نسبة استجابة الطفل يعني أنه يكون ينمو كالطفل طبيعي ويبدأ ينخرط مع الأطفال الثانين حسب الحالة دكتور نادا يعني إذا كانت الحالة عندها حسب التأخر الذي موجود إذا كانت تأخر بسيط في الأغلب الطفل يجاري الأطفال يعني مجرد أن أنت تدخلين الدربين والدربين الأهل على طريقة المعاملة الصحيحة أو اندربها في البيت بالعادة يجاري حسب الحالة تشخيص الحالة وحسب يعني حدة التأخر اللي عندها يعتمد على نوع الحالة طبعا حاليا يقول لك إذا برنامج التدخل مبكر بده في الوقت المناسب يعني مثلا بدال ما يبدأ على الطفل عمره أربع سنوات بده الطفل عمره سنة ونص أو سنتين يقدر هذا الطفل ينتمج في المدارس التعليم العام وممكن نحتاج إلى مساعدة أو مدرس طغل أو سابورت معين ولكن حاليا أثبتت الدراسات أن برامج التدخل مبكر تساعد على أطفال يرجون في المجتمع الهدف أن معظم الأطفال مهما كانت درجة التأخر يدمجون في مدارس التعليم العام إن شاء الله في المستقبل ما رح نحتاج إلى مراكز تخصص مراكز لأصحاب الهمام كل الأطفال يكون مدمجين في المراكز بمختلف مستويات أنتو تطرقتوا في بداية الحديث لمسألة مهمة جدا هي الفحوصات ما قبل الزواج أن المسألة يعني من البداية أنتو تحاولون أنكم أنتو تقون الأسرة والمجتمع أن يصير فيه أي مشكلة عند الطفل هذه مسألة وايد مهمة دكتورة أن الواحد يجمع في الخير الفحوص ما قبل الزواج الحين نحن نداشين في مشاريع أن حتى جدان بيتم تفصيل الدوة عليك على الجينات ما تكون كذا على أساس أن يقون المجتمع من هذا ما بتحصل دوة وتأخذها جاهز لا يكون دوة مفصل عليك تفصيل حسب الجينات فهذه مسألة وايد مهمة أن الواحد ما يظلم نفسه ولا يظلم الحرمة اللي بيأخذها ولا يظلم المجتمع أنه ممكن يكون فيه طفل لا سمح الله يعني هذه من عند رب العالمين نحن نقول دائما ولكن الوقاية دائما خير من العلاج صحي صحيحنا الحمد لله الدولة يعني متقدمة من سنوات في هالموضوع يعني فحص ما قبل الزواج صار له سنوات لكن مع ذلك في حالة مش بسلم حمود قبل الزواج يعني الحين الأم لما تيب الطفل لازم تكون مستعدة هو مش بالفترة أنا أيب طفل ويتربى لازم أقرأ وثقص نفسي أشوف شو تطوراته أشوف كيف أنا أتعامل وياه هو من الجهتين أنا كيف أربي وكيف أتربى معه يعني هو قدر المستطاع أنا ثقف نفسي ما في شيء اسمه بالفترة خصوصا أجيال هالأيام صراحة مختلفين يعني كل شيء بين ييتهم فأنا مطلوب مني أثقف نفسي عشان أعرف أربي وهو مو بالفترة قبل يعني الحياة تغيرت هذه الأيام قبل الأمة ربي الأبو يربي الجار يربي الفريج كله يربي بطرق صح كل واحد يكون مسؤول عنه عن الصغارية كلهم فكانت هناك العديد من الجهات الرقابية على الطفل نفسه صحيح اليوم يعني كلهم بحاله والله يعلم بحاله لا شك الحمد لله ستلفي مجموعة صراحة من الأجيال يعني يديد الأمهات أشوفهم بالعكس نشوفهم في العيادة مثقفات يحاولون يقرون يحاولون يجتهدون بس التربية اجتهاد التربية مش بس أني أنا ربي أأكل وشرب لا لازم أنتبه حق تطوراتها أشوف إذا فيه أي تأخر أحاول أساعدها كل ما كان قبل أن ندخل في أي مشاكل كل ما كان أمرز مثال عندنا دكتورة ندى ما شاء الله دكتورة وعندها مليون شغلة سويها وفي نفس الوقت بعد تشوفين عيالها معاها بعد أكيد أميزة دكتورة هذا المطلوب عموما نحن نأخذ كلمة أخيرة منكم قبل أن نختم معاكم هذا اللقاء الجميل نبتدي بدكتورة حنان بس أوصل أمهات أو العباء يتعاونون معنا راح يشوفون شوية فيه إجراءات أحيانا قد تكون مطولة في العيادات بحكم أن نحن نأخذ شوية تستبيانات شوية أسئلة كل مرة كل زيارة معلش بس كل زيارة مختلفة عن الزيارة قبلها كل زيارة الطفل يالسي كبر فبس أطلب منهم يتعاونون معنا هذا البرنامج في الأخير يصب لمصلحة الطفل والعائلة والمجتمع بصورة عامة فتعاونكم مطلوب الثقفي اقري عن تطورات طفلت كل ما تجنبنا مبكرا كل ما كان النتيجة أفضل صحيح شكرا لطيفة أنا بس أوجه رسالة الأمهات لديهم أطفال سواء من جميع مختلف الإعلاقات أو التأخر أن يطولون بالهم هم يتعلمون ثم ما يتعلمون ما يتعودون بس على الأخ الصائع أو على الطبيب أنا أثقف نفسي أتعلم شو المفروض أسوي للطفلي أستغل جميع الفرص المتاحة ليس في المجتمع أني أنا أنا من قدرات هالطفل وأدخل المدرسة ما أستسلم دائماً في صعوبات في كل مراحلة مراحل في صعوبات لكن الواحد ما يستسلم ويسوي اللي عليه إن شاء الله نحن شاكرين لكم دكتورة لطيفة الرستماني مدير مكتب خدمات أصحاب الهمة في هيئة الصحة في دبي وأيضاً دكتورة حنال حمادي استشارة طب الأسرة في هيئة الصحة في دبي أمومة وطفولة شكراً جزيلاً شكراً لكم أيضاً شكراً لك دكتورة ندى الملة يمكن اليوم آخر يوم أكون معاك في الستوديو لين بدأت الموسم لين بدأت الموسمين إن شاء الله حاول ننقل لكم بعض الفعاليات اللي موجودة إن شاء الله في هيئة الصحة في دبي احتمال أمر للستوديو ولا ما أمر الله العالم ولكن كان موسم جميل معاك شكراً الأجمل طبعاً تواصل المستمعين والمعانن في البرنامج باتر يعني باتر في حلقة لاتحاتم بس عشان محمود احتمال باتر ما يكون موجود فيسلم عليكم من اليوم نزيل وشكراً لتميرة لغفر لي ما قصرتي سنة كاملة يعني كانت ممتعة معاك وشكراً لفريق الإعداد يوسف سعد حسني البلاونة نور نزال وأيضاً المخرجين اللي كانوا معانا اليوم محمد الصفار إزاها الله خير أيمن سرحيل عيسى سبيل ناصر السليمي منو بعد ذكرين إذا أن نمر محمد عبد يعني قلت وائد محتش رحي نحنير أتقولي شي السام فبتوقف لحن أنا اليوم آخر يوم باتر آخر حلقة في الموسم في الموسم أي اليوم يمكن النباتر ما أقدر أكون في الستوديو بحكم ظروف العمل ولكن عموما شاكرين لكم وايد يعني يعجز اللسان عن شكركم وإن شاء الله نشوفكم الموسم الياي إن شاء الله يا رب ما نطلع بحلة جديدة إن شاء الله شكراً جزيلاً دكتورة ندى شكراً لكم شكراً لك يا محمود إذن نلتقي إن شاء الله في الغد مع حلقة جديدة من صحة وسعادة حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي